اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي احد مستشاري رئيس الوزراء الحالي محمد شاع السوداني وما اكثر هؤلاء المستشارين يعني في كل الحكوماتهم وعينون الناس يقولون هؤلاء يعني يعيننا بدرجة المستشار واعداد بالمئات ربما المهم احد المستشارين يقول ان الحكومة ماضية باستثمار طاقات الشباب ضمن الرؤية المستقبلية للدولة الله هو اكبر طاقات الشباب لديها رؤية الحكومة في استثمار طاقات الشباب مستقبلية اولا علينا ان نتساءل ما هي هذه الرؤية المستقبلية يعني للشباب اللي ويطارها في دولة تحكمها الميليشيات يحكمها وانخر بها الفساد والرشوة تقوم على المحاصصات فيها من الخراب والدمار لا يعد ولا يحصى ودولة فاشلة في كل شيء ما هي هذه الرؤية المستقبلية ما هي هذه الرؤية لكي تستثمروا فيها طاقات الشباب لدينا يعني واحدة من نضاد الله على العراق ان يكون شعبا من شعوب الشابة 65 بالمئة من الشعب العراقي هم من الشباب لكن هذا الرقم نفس 65 بالمئة من الشعب العراقي ربما اكثر من 50 بالمئة منهم عاطلين على العمل خاصة في رجيل كليات وغيرها ملايين من العاطلين على العمل فكيف تستثمرون طاقات الشباب وانتم تعطلون طاقات الشباب طوال 21 سنة عاطلته الطاقات والشاب الآن يفكر بأمور عندما يعني تسأله اما يفكر بالهجرة اولا او يفكر بالانزواء او يفكر بالانتحار او يفكر بالمخدرات تخدير نفسه هؤلاء هذا استثمار الشباب هذا استثمار طاقات الشباب مهندسين على طباء على على فنيين على مخرجين من كل شيء وحتى مخرجين فنيين لديهم قدر على العمل لا دوجه فرصة عمل اما ان تذهب تشتغلو الميليشيات اذا كانت لديهم فرصة للعمل يعطوك الصير ميليشياوي او تذهب الى الشارع تجلس بالشارع او تظاهر كانوا يظاهرون سابقا يعينوهم وجيروهم لصالح الاحزاب لكي يخدموا الاحزاب بالانتخابات او غيرها او حتى بالتظاهرات لكي يمنعوهم من الخروج للتظاهرات الان حتى هذه غير قادرين عليها لانه مبلغ الرواتب عدد الموظفين صار اعلى من قدرتهم على التحمل اعلى من قدرتهم على السرقة يعني ما يسرقونه قليل قلم مقداره لانه الرواتب عالية وربما بالحلقة الماضية كنا نتعدد انه فقط الرواتب تحتاج اكثر من واحد وثمانين مليار الى ثمانين مليار دولار سنوية كل واردات العراق هم يتحدثون عن موازنة بمية وخمسين مية وابعة وخمسين مليار لكن هذه الموازنة المال الفعلي اللي يواصلهم لا يتجاوز المية وعشرين والباقي كلها عجز العجز اكثر من ثمانية وابعين بالمية فانت امام هذا المبلغ الهائل كيف يمكن ان توظف يعني شباب جدد جدد ما تقدر الان عدد الذين يتقاضون الرواتب من الدولة عدد عدد هائل يصل الى اكثر من عشر ملايين بين عسكري وبين مدني مصيبة كبيرة وبطالة مقنعة وغريبة عجيبة فانت استثمار الشباب بهذه الطريقة كذبة كبيرة يقول وطبعا هذا الحديث جرى تكريم الفائزين بالمسابقة العالمية للبرمج والذكاء الاصطناعي والبطولة العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي طبعا دعوني اقول العراق مشهور شعب من اذكى الشعوب وهذا واقع حال وهذا ليس متحن بالعراقين وليس يعني تجنيا تجنيا عن الشعوب الاخرى الشعب العراقي معروف مولي انه انا عراقي بس هذا واقع العراق شعب عراقي شعب ذكي شعب مبدع وبالمحان في كل شعوب الدنيا عندما تواجه محان تخرج من هذه الشعوب نماذج معينة لكنها لا تشكل ظاهرة يخرج شاعر ويخرج رسام ويخرج مهندس ويخرج طبيب يخرجون اعداد قليلة جدا جدا متميزين جدا وتلقفهم ربما دول اخرى او ربما حتى لا يقول لكن لا يشكلون حالة عامة ظاهرة عامة تخرج وهذه في كل دول العالم اللي مرة تدميها انخرجوا مثل هذه النماذج والعراق ليس شاذا عنها تخرج نماذج يطلع متميز بالكمبيوتر متميز بالاتصالات متميز بالذكاء الصناعي بكل شيء يطلع لكن هذا لا يعني ان الدولة عليه هي اللي سوتها ابدا يطلع رياضي يطلع لاعب كرة القدم من افضع ما يمكن يطلع واحد سباح يطلع ما عرف شنو رياضي يركض لكن هذه الدولة رياضية او رياضي لكن هذه الدولة ما تبعت عليهم هم بجهودهم الذاتية بقدراتهم الذاتية طلعوا هالشكل هم هذي يسمون فلتات موجودة فالشباب يقول عنوان عنوان الدولة لي عنوان انتوا خليتوا عنوان الشباب طلعوا وطالبوا بحقوقهم قتبتهم بالشوارع الحكومة يقول يعني تسعى لاستثمار طاقات الشباب ضمن الرؤية المستقبلة تعمل توفير بيئة تعليمية تنافسية تشجع على التفكير الابداعي وين هذي يعني وين واحنا مستوى التعليم عندنا من اسوأ ما يمكن وخارج كل قوائم التقييمات العالمية يقول نتحدث عن رؤية رؤية العراق عام الفين وخمسين الله هو اكبر انت تحدث لي عن رؤية العراق الفين واربعة عشرين الان مو تحدث لي عن الفين وخمسين يا رؤية انت مقادر تدبر يعني باشر الشاب او او كل عراقي باشر ما يعرف اش رح يصير انت تحدث لي عن رؤية الفين وخمسين هالناس عد خطط تنموية خطط مدروسة وتطور ونهوظ يتحدث بهذا الشكل من حقه لكن انت تحدثون انتم بهذا الشكل والعراق بهذا المستوى من الخراب والدمار هذه كارثة كبيرة محاولة للقفز والتضليل والكذب وهاي محد يقبلها طبعا الان انتم بعد واحد عشرين سنة والخراب واقع الحال الناس تشوفوا انت سويت لي مجسرين ومعروف منه بتبيد تتحشي هذا الحجي العالي والتعتقد الناس رح تصدق من ناس متعرف نسبة الفقر نسبة البطالة نسبة الأمية نسبة اللي تعاطون المخدرات نسبة طلاق نسبة القتل نسبة الهروب والمهجرين والمهاجرين والنازحين كلها جزء من فرشة كبيرة وعريضة تشكل بمجموحة الكارثة العراقية فأنت تتحدث من وسط هذه الكارثة من وسط هذه الأكوام عشوائيات عندنا 4500 عشوائية في العراق فقط في بغداد أكثر من 3500 عشوائية فقط في بغداد 3500 عشوائية لا أحد يعرف ما في هذه العشوائيات تحدث لي عن رؤية مستقبلية لعام 2050 واستثمار الشباب وطاقات الشباب وين هداف الحكومة في تطوير العمل التربة ونهضة وبيئة تعليمية تنافسية تشجع على التفكير الإبداعي وين هذا؟ هذه الحقيقة محاولة للعب على الألفاظ محاولة لتسويق خطاب بائس ورف ولا يقبل من يتحدثون بهذه اللغة دول متطورة دول قادرة أن تبني شيئاً لديها بيئة مناسبة ومشجعة للشباب الشاب بيها ما يفكر يعني هو يدروس ما يفكر بكرة إذا خلص دراسته وين رح يروح وش رح يشتغر وش رح يدور لا، هو عارف وقطع الخاص وقطع العام يتلقفه والدخول إلى الكلية محسوب والاختصاص محسوب وين يريدوه وش وقت يريدوه وش وقت يتخرج وينتظروه مقعده موجود سواء بقطع الخاص أو بقطع العام وهكذا لديهم مشاريع ولديهم رؤية ولديهم هكذا انت يتحدثلي عن الذكاء الاصطناعية تحدثلي عن الذكاء العادي يتحدثلي إيجاد يتصربوهن من المدارس الآن إيجاد بالابتدائية إيجاد الأطفال يتركونهم في المدارس وينزولون للشوارع إيجاد بالمتوسطة ويقيد بالثانوية ويقيد بالجامعات يفطرون أن يتركون دراستهم بسبب الأوضاع الاقتصادي بسبب الأوضاع الأمنية بسبب عدم القناعة ماكو رؤية ماكو قناعة ايش قد ينتحرون ايش قد يشربون مخدرات ايش قد يهاجرون قبل ايام كانت احدى الوكالات تبث واخذتها كل الوكالات تبث انه احدى الدول وجدت يعني مهجرين قلب بيهم القارب في البحر البحر الابيض المتوسط ثلاثة ارباحهم من العراقين مع الاسف الشديد شباب وعوائل من العراقين يريدون يهربون طيب اذا هذا البلد اللي يرعى رؤية لديه هيش رؤية مستقبلية وطاقات يرعاها ليش لنهزمون منه الشباب مع الاسف الشديد نرجع ونقول انه هذا تسويق لخطاب بائس ورث ولن يقبل ابدا ومحاولة التضليل ومحاولة الكذب على الناس يا مكثر الكذب لهذه الحكومة التي جاءت من عام 2003 لحد الآن وقت هذه الحلقة قد انتهى اعزائي المشاهدين اترككم بخير والتخيكم في حلقة اخرى على ذلك الحين السودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة